ونبقى في دبي حيث أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وليعاد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي قرار المجلس التنفيذي رقم خمسين لسنة الفين واربع وعشرين بشان السجل الموحد لسكان إمارة دبي المنشأ بموجب هذا القرار ويتضمن بيانات محدثة لحظياً لكل الخصائص التفصيلية لسكان دبي ويحتوي السجل المركزي لسكان دبي على بيانات دقيقة وشاملة ومحدثة ويهدف لحصر البيانات الخاصة بالسجل وتصنيفها وتوفيرها بشكل لحظي مما يصهم في عملية عداد الخطط والاستراتيجيات السياسات الحكومية بناء على بيانات ومعلومات دقيقة